بعد عامين تقريبا من الغياب صدحت حناجر أنصار الخضر من على المدرجات لتكسر صمت ملعب مصطفى شاكر بالبوليدة وتشهد تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الفاصل لمنديال قطر رغم التعادل أمام الخيول البركينابية بهدفين لمثلهما جداً في هذه المنطقة مجدداً من أكثر شكراً على سبيل المنطقة الأمام الخضر من فشمت أنه لا يوجد شيء بعضناه دورة والمقدسة في القصة العالمية لا أشهدت في المعزل أفضل وكذلك للمنطقة أمام خداي من أكثر لقدم بقى أعجب في المنطقة ملعب تشاكير الحديقة المفضلة للخضر لم يكن كذلك لكن الأمطار التي أعاقت أداء محرز ورفقائه لم توقف أهزيج وهتفات الأنصار الذين صنعوا أجواء استثنائية فوق المدرجات وفقائه في الدرس والسرحة والحنة وفقائه وضعنا أيضاً أن يكون هذا المرحب والسرحة في الفيتيات وإنقال كثيراً أشبال بالماضي لم يكنوا مثاليين في مباراة بورك نافاسو لكن سلسلة لا هزيمة تتواصل وطريق أبطال إفريقيا نحو المونديال المستمر في انتظار بدء حملة الدفاع التاجي لفريقي في الكاميران